السلام عليكم ولماذا نحضر معكم الفطائر بشكل جديد كيجيو رائعا بزيب في المنظر وفي المنظر كيجيو خاطيرين بالعجينة كيجي مورقة كيجي مزيونة بزيب كيجي هيشيشة كنتم من الفيديو يعجبكم وتتحضرون في المائدة الافطار ان شاء الله ياربي كيجيو اللذات بزيب بزيب فرصدقوني جربوهم وغادي تتشوفو نخليكم مع المقادر الطريقات حذير فرجهم بتاع غادي ندوزو العجين عندي هنا نصف لت نصف الكيلو ديال الدقيق ملحة ملعقة ديال الخال عندي ملعقة ديال السكر سنيدة وعندي ثلاثة ديال ملاعق ديال الحليب المجفف نيدو اي نوع الحليب مجفف وغادي نضيف الماء واللي ما متغفرش الحليب المجفف استبدلو بالحليب غادي نضيف واحد الكيس ديال الخميرة الحلوية 8 جرام صافي وغادي دا نخلط بالماء دافي صافي انا كنخلط وكنزيد المحتة كنحصل على العجين اللي بغية غادي نجمع غادي بالاصابيع ديالي صافي ما كان عجناشي صافي كان نجيد شويش بيدي وكنخليها ترتاح صافي في هاد الاتناء غادي نخليها ترتاح وندوزو اه المقادر ديال الحجم عندي هنا اه تلاتة ديال الجزارات محكوكين عندي الكرومب او ليشو محكوك عندي صدر ديال الدجاج مقطع البقدونيس البصل التومة الفلفلة الحمراء والصفرة يعني ملونة مخلطة جبن مربع عندي التوابل ديال الدجاج اه الخرقوم سكينجبيل الابزار والملحة عندي هنا زيت الزيتون غادي نضيف واحدة الكيمية ديال زيت الزيتون وغادي نضيف ديك البصلة وغادي نضيف التومة وغادي نخليهم يتشحروا وغادي نضيف ليهم ديك صدر ديال الدجاج صافي وغادي نخلط مزيان وغادي نضيف التوابل اللي دكرت صافي وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. حتى يتشحروا. وغادي نضيف البقدونيس. صافي ندوز المقلة اللي غادي نضيفه فيه الخضر. غادي نضيفه في المقلة آآ عندي زيت. وغادي نضيف الفلافيل اللي قطعت. صافي هنا كان نرجع نخلط آآ الداجة ديالي. صافي عملت سجد المقلات آآ قدامي وكان خلط هنا وهنا آآ واذا بغيتس عادله في مقلة وحدة كاتا عادله انا عملت هنا آآ البقدونيس. صافي وغادي نضيف الجازر بعد مطابة الفلفلة يعني نص طياب. غادي نضيف الجازر وصافي غادي بدأوا يتطيبوا مع بعض. غادي نضيف دي كليشو غادي يتطيبوا كل شي مع بعض. صافي هنا كان نخلط مزيان وكان نضيف آآ ديك صدر ديال الداجة على الخضر وكان خليهم يتطيبوا شويش مع بعض. صافي ندوزو آآ ندلكو العاجين. بعد مرتاحة العاجين. كان نجيبه وكان قطعه آآ كوائرات آآ صغر. صافي واحدة اربعة ديالكوائرات كان قطعهم. وكان نجيب الناشا او ميزينة وكان بقى نسرحة بالناشا وميزينة. صافي كان جيب المدلك وكان جيب الوحدة لي آآ يعني كان بقى ندلك حتى كان حصل على مربع كبير. صافي وكان بقى آآ غادي نطوي في حل آآ الرغايف في حل مسمن. كان زيد وحل كمية ديال آآ الناشا على العاجين. صافي انا كانتني وكان زيد في الناشا. صافي كانتني هيدا على الطريقة ديال مسمن ديال الرغايف. صافي وغادي نتنيها آآ غادي نزيد لها شويش ديال الناشا وغادي نتنيها على اربع. صافي في حل الشكل ديال الرغايف صافي. غادي نستمر هيدا حتى نحصل سريع ديالك الكوائرات اللي عملت بنفس الطريقة. صافي كتجي العاجين دياله مروق آآ مروق مرقة هيدا. صافي وكان بقى نطلق بالمدلك. حتى كان حصل على واحد المربع. صافي وكان جيب السكين وكان قطع غيب السكين هيدا على اربعة. صافي وكل مربع غادي نضيف له الحشوة آآ واحد الكيمية ديال الحشوة. صافي وكان سرحا هيدا شكل طولي وكان بقى نضيف مربع ديال الجبن كل مربع قسمته على نصفين. صافي وكانتني هيدا وكانتني في الجوانيب باش ما غاديش يتفتحوا لي في الطياب. هيدا حتى غادي نعمل معكم الثانية بنفس الطريقة. هالطريقة كتجي سهلة وكتجي يعني اي واحد غادي يعدله. صافي كنجيب كيمية ديال الحشو غادي نجيب الجوب اللي قطعت حتى هو غادي نضيف نفس الطريقة. صافي كانتني في الجوانيب هو من الاول. عاد كنبقى نتني على شكل رولي. صافي غادي نبدأ نستمر هيدا حتى نسالي الكيمية اللي عندي في اللي عندي ديال الحشو. صافي كانتني في الجوانيب وكانتني نفس الطريقة اللي عملت في اللولة وفي الثانية يعني كنعمل معكم جميع المراحل. صافي سهلة كتبقت سني هيدا وكتعوطة صافي كتعمله في اللاطة اللي غادي دخل الفرن. صافي في هاد الاتناء كان يكون سالي ديال كيمية اللي عندي وكان نعملهم في الطاوة اللي غادي دخل الفرن. كان جيب واحد السكين ماضي. كان بقى نعمل اللي كان في الحو هيدا غير آآ غير بالموس هيدا. صافي غادي نفلحو كامل لا غادي نعملو هاد ديكور هادا كيجي. كيعطي واحدة الجمالية في الفطائر. كان جيب صفر البيض وكان بقى ندهان الفطائر كاملين. غير صفر البيض فقط. صافي وكتكن سالي ديك الفطائر بالصفر البيض وكان جيب الحبة السوداء او الحبة البركة كان بقى نزينها هيدا. تزين كيبقى اختياري باش ما بغيتو بالجنجلان او جنجل الابيض اي جنجل اي حاجة بغيتو تزينو بها. الاحساب الضوء دي كل واحد. صافي في هاد الاتنى غادي نجي واحد سكين وغادي نقسموه في الواسط يعني كل واحدة غادي نقسموه على النصفين. كل واحدة غادي نعمل اه غادي نقسموه صافي وغادي ندخل الفرن احتى التحمر. صافي بعد ما ساليت غادي ندخل الفرن. مسخن من قبل على جد اه من فوق ومن تحت. كنخلي احتى التحمر. بعد ما تحمرت خرجتها من الفرن نخلي عميتها في الطبس للتقديم. هالشكل نهائي. كتجي محمرة وكتجي ملمعة بدك البيض بدك الصافة البيض. وبدك الحبة للبركة كتجي مزيونة. خليكم الى فيديو القادم ان شاء الله العباش وبروكة. بسلام عليكم.